أعزائي المشاهدين وارجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم فقراتنا في فيرنامجك والكلام في ملعبنا نتكلم في فقرتنا التانية النهاردة عن أحداث السوبر المصري وقرارات اللجنة الخماسية بلقاف بعض اللعيبة من كلا الجانبين وانتناقش عن لقاء الدوري في الكمة وانسحاب لعيبي نادي الزمالك من حضور مباراة الكمة وآخر تصرحات اتحاد الكورة عشان كده ضيفه النهاردة كابتن أحمد الجميل أهلا وسهلا كابتن أحمد حبيبي أنا أسعد وشكرا مقدمة كويسة لك كابتن أحمد الجميل طبعا ولاعب منتخبنا الوطن السابق ولاعب نادي دجلاء سابقة حبيبي أنا وسأنا كابتن أحمد طبعا كابتن أحمد كلاب قبل كده لنادي الاتحاد السكندري بس تعرض لبعض من الظلم أعتقد يعني هو مش بعض الظلمش قوي بس كل الموضوع ان ما فيش نصيب أنا كنت بلعب فودي دجلاء 12 سنة كابتن تيم بعد كده رحت أمبي كابتن محمد جمال وبعد كده رحت تحاد سكندري جيت كابتن طري العشري من أهلي بني غازي جيمس كأمبي فكان فيه خمسة بيطلعوا فوق فأنا ما كنتش من دمن الخمسة دول إنه هم خمسة النشيئين اللي بيطلعوا فوق فأنا ما كنتش من دمن الخمسة دول فقبل ما الكده يخلص بتقريبا أربعة يام أنا مش موجود طبعا اتفاجئت وكابتن عبد النصر محمد مدير الكرة هناك اتفاجئ فروحت على تحاد سكندري طبعا ما كنتش ينفع على تقايد لازمة نتقايد في يناير تعرف الانتقالات في واحد وستة فروحت في حوالي مثلا سبعة وعشرين ثمانية رحت هناك قعدت أربع شهور لحد ما شهر واحد يجي يوم أنا فاكر بلايين بالظبط يوم اتنين وعشرين واحد هم كان عايزين استرايكر فاتفاجئت إن في التمرين جي عمر وردة طبعا أنا اتفاجئت هم كان عايزين لعيب واحد فطبعا تعرف إدارات الأهل جم الموضوع خلص خلاص أنا كده قوت وهو كمل الحمد لله الحمد لله بدأت حلقتنا كابتن أحمد حابين نعرف منك شايف العالم هيتكلم إزاي علينا ونظرته الكرة المصرية هتبقى عاملة إزاي بعد أحداث المصرفة اللي شفناها كل دا في الصاد الكاهرة بص خلينا نكون منتفكين إن هي مهزلة بكود المغيز مهزلة هي مهزلة يعني ما إحنا أصلا بنستنى لما تصبط هترعيله الزمانك ده كل فين وفين الزبط بتبعيب بالنسبة لنا يعني أسبوع عندنا قمتين قرار في أسبوع واحد فأسبوع على مطشين طب إنتوا ليه بتحرمونا الأول وفي الأول في الآخر إحنا الضحية يعني الجامير هم الضحية مشجع هم كده كده قاعدين مش يدمغوا من الموضوع ومستنين المطشوم اللي هو بتاع كمان خمسة أيام التراجد إحنا اللي إحنا اللي إحنا اللي إحنا اللي مضرين اللي حصل ده أكيد كارسة مفيش بره بيحصل كده كل ثلاث مرشات بيلعبوا نشوف الدور الإنجليز مفيش برشنونة بتلعب مثلا في كل ثلاث أربعة وخمس مط أربعة وخمس تيام بالعوم دوري في ربا فصور إنتوا بتهذروا جماعة إحنا فيه إيه لا طبعا لا شكلنا وحش شكلنا وحش طبعا شكلنا وحش طبعا زي ما لسا كنت بقول في الأخبار صحيفة ألاس أسبانية قد صرحت من اللي حصل ده في الزب كهرة ده جميع الصحف مش الأس بس لا ده الصحف كتير جاد صحف كتير عاو تكلم طبعا هم مستنين حاجة زي دي لا محدش يتفرج علينا أصلا إحنا أصلا كمصريين أنا بقولك والله مش كل الناس يتفرج على دور المصر بالضبط بسبب الأحداث اللي حصلت لا طبعا الله في السوبر برد إحنا بنستنى أهل وزمالك إحنا بنستنى أهل وزمالك زمالك إسماعيلي أهل وإسماعيلي ما يتلعبوش يعني ما يتلعبوش منظر طبعا مؤصف إن في رقة الأل تروح يسخنوا ربع ساعة ومش عارف إيه لا طبعا مفيش في الكرة كده مفيش في الكرة كده إحنا كنا نلعبنا كرة مفيش الكلام ده خالص إيه لي في إيه إجهاد إيه وبتاع إيه يعني إجهاد إيه كل خمس مطشات يعني في خمس أيام مطشين إجهاد إيه فين الإجهاد في كده مش متعودين طبعا لأ 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 كناش منتظرين كده طبعا من نادي الزمالك بص والله هو يعني أنا مش عايزة حط اللوم على النادي الزمالك قوي لكن إنت لو هتيجي للصح إحنا المفروض مطشي الأول للزمالك ده كان يتلاعب قبل مطشي السوبر لا ده بكتير جدا يعني ده بكتير هو أصلا هو أصلا كان رابع مطشي في الدور الأول اتأجل بسبب مين محدش يتكلم في الموضة ده هو تأجل بسبب إنه دهورة الأهلي طلبوا إنه هو الزمالك يلعب مطشاته كلها الأول بعد قبل المطشي طب ليه يعني طب ليه لا طبعا ما ينفعش تماما يا كابتن عام يا طبعا حضرك شايف إنه قرار انت سحب نت الزمالك إن اللقاء متعمد فعلا ولا غير متعمد بسبب سوق الأحوال الجوائب لا سوق أحوال إيه بقى ده هو مستشار مفتد أصلا قايل من بعد المطش إنه هو إحنا مش هنلعب واللي عنده عملوه لا بس إحنا شفنا بعد كده إنه فيه قرار نزل المستشار مفتد منصور قرر إنه لعب اللقاء بس بالناشئين وشفنا فيها لنحفلت أوتوبيس نزل زمالك لا ده من الناشئين دي عشان خاطر بس ما يحصلش عقوبات لكن ما فيش الكلام ده خالص طب ماهو وردو يا كابتن ما حضرش ماهو لو كان ناوي على أقل كان نروح قبل المطش ب3-4 ساعات يعني تقريبا الباص كان واقف تقريبا في التحرير لمدة ساعتين من خمسة والمطش 7 ونص فأكيد هيلحق وتأجل كمان ساعة لا طبعا ما ينفع احنا شفنا طبعا كلنا الفيديو ساعة طبعا أوتوبيس وقف نزل الأول رمصيس لا لا طبعا هو الموضوع متضبر الموضوع متضبر انت بتتكلم فيه يعني انت شايف إن الموضوع يعني ناشئين والحمد لله الناشئين مرحيتش يعني ده حاجة زي ما قلت كل الناشئين أصلا متعددر بس كان يا كابتن أحمد كان يبقى شكلنا أفضل شوية لا طبعا لا إن كل اللي راحوا الزمالك الناشئين بتوع الزمالك الكويسين راحوا أعراض فأنت مش هتلاقي غير عيال أطفال صغيرة موضوع 2005 أو 2006 لا الموضوع يبقى صعب قوي وجايبين حكم أجنابي ومكلفين الموضوع فالموضوع لا صعب طبعا ما ينفعش كويس أنهم مرحوش طب إيه العقوبات اللي ممكن يفرضها اتحاد الكورة على نهاية الزمالك وهل اتحاد الكورة ممكن أضغض عن هذه العقوبات لا طبعا بص أشد عقوبة أنا بصراحة هو إحنا أصلا لعيب عندنا في مصر إن إحنا مفيش عقوبات علشان كده أهل الزمالك هم بيعملوا اللي هم عايزينه بيعملوا اللي هم عايزينه طول ما في عقوبات طول ما الناس هتقلق وطول ما اللعبة والإدارات هتقلق من العقوبات دي إذا كانت بقى مالية إذا كانت إدارية أي حاجة من الكلام ده لكن العقوبات لازم تتعامل إحنا بنشوف شلسي سنتين ما ينفعش يقايد لعيب بيقاعد سنتين ما ينفعش يقايد لعيب ممكن في السنتين ده ليهبط فبيضطر يطلع الناشئين لازم كرارات كمان صارمة موجة نظرك إيه لعقوبات اللي ممكن يطبقها على إتحاد والكورة على مين؟ عناد الزمالك آه عناد الزمالك هيا أتقلق أغرامة مالية بس وكده كده ما فيش جمهور يعني مش هيقول مثلا أن أتلعب من غير جمهور هيا أتقلق أغرامة مالية يعني مش هي دريعة من حاجة أولا كده كده المصير ما بيروحش أصلا يعني كده كده المصير ما بيروحش التمارين ولا بيروح المنشاطة اللي بيروح أي حاجة لا فالموضوع كده كده هو لازم أن يحصل إيقافات على مين بقى؟ على أي حد يبقى ضد إن الكرة تمشي صح في مصر على أي حد؟ أيا كان اسمه مين؟ طيب يا كابتن أحمد شايف إن الزمالك انسحب من مواجهة بالفريق الأول لمجرد الحفاظ على سلامة اللاعبين قبل اللقاءة الترجي؟ بص حضرتك إحنا عندنا يعني الزمالك فيد تو سكواد يعني فيه ناس مفروض تلعب علشان تشارك يعني مصور فتحي ناس كتيرة جدا ناس كتيرة جدا ما بتلعبش أحمد عيد الباكرايت الصغير ده لا طبعا الزمالك معه فريق تاني يقدر يلعب بينه فريق أول طبعا فريق تاني يقدر يلعب بينه يقدر يلعب هو لو كان عايز يلعب بالصوات زي ما قلت لحضرتك هو الموضوع عندي موضوع عندي هو الموضوع عندي بحتا ما فيش غير كده مش هيكي غير كده أصلا انت أصلا عندك ثلاثين لعيب إيه لي فيه لما تروح بتنشر لعيب فيه إيه لما الفرقة تروح فيه إيه طيب أنا مش فاهم هو ليه ما يروحوش لعبه بتكلم يقولك إجهاد ومش إجهاد لا طبعا يا طبعا كابتن أحمد شافل من نادي الزمالك لو كان خضل اللقاء بالناشئين كان أفضل من الانسحاب لا أنا شاف لأ ناشئين لا أنا شاف الانسحاب خلاص انت قلت انت قرارك القرار اللي انت خدته ان انت مش تروح تلعب خلاص هو بس الموضوع تمويه زي ما قلتلك البص هيروحه وإحنا رايحين وخلاص ومش عارف إيه والكلام ده كله والأمطار ومش الأمطار بس ده أثر بالسلب يا كابتن أحمد على النادي هو بس يعني هيتفرض عليها أكيد عقوبات من اتحاد القورة في نفس الوقت أنا لو أنا يماهر كتير من نادي الزمالك هجمة المستشار مرتضى مستشار أنا لو جيت سألت اللعيبة اللعيبة عايزة تلعب بالضب اللعيبة عايزة تلعب هو الموضوع من المستشار بس هل زي ما قلت حضرك هو موضوع عند لو حد قامل لاتحاد تتكلم مع المستشار يعني الموضوع مع تحاد القورة عند مستشار مع تحاد القورة ازاي بقى انتو يعني زي النادي الاهلي بالرئاسة المحمود الخطيب مش معنى هو اللي هو لما يعوز أصل الدوري النادي الاهلي تقريبا بقاله سنة ونص اتنين واربع انا مش حلعب كل اتنين واربع انا مش حلعب الدورة انا مش حلعب الدورة فهم بيروحولو الموضوع بيخلص انما المستشار بيسبوه عشان الغلط يتماد انما لو كان فيه اتحاد كورة ممكن يتكلم انه هو يحل الموضوع ويتكلم مع المستشار كان الموضوع تحل فسأل موضوع عنده واحنا في الاخر زي ما قلت لك احنا الغلطان احنا اللي احنا الضحال اه احنا ضحال ازاي نبدأ القاعدين 3-4 ساعات والدنيا كانت زحمة طول اليوم بصبب ماتش قاله زمالك وفي الاخر نروح نتفرج منظر مؤسس العالم كله يا كابتن التاريق علينا طبعا وحقهم على فكرة التاريقهم وحقهم وما يكونش حد يتفرج على الدول المصر لا الموضوع صعب الموضوع صعب يعني الله كنفعلنا بصراحة ربنا كرار تأجيل مباراة سعى يا كابتن يا ترى ده كرار سليم ولا غير سليم بالمرة ما هو تأجيل المباراة ده بحيث ان المصر مهنز احنا لما نازل زمالك راح بالباص كده خلاص هو هيروح المطش تماما فهو معرفهم ان احنا فعلا جايين والكلام ده كله علشان ما يبقاش فيه عقوبات لكن لو هم ما راحوش اصلا وما فيش تقباص طلع لا العقوبات هتبقى ثارمة لكن هي الحج ايه دلوقتي انا طلعت والله والجو كان كان بايز انتظارني لا يعني محرروا محضر في اسم العجوزة عشان يثبتوا ان فعلا فيه سوق احوال جوية بس احنا شفنا كده اصلا مش معنى القابة الاهلي انا عايز اعرف بص حضرك احنا مش درجة تانية ولا درجة تالتة عشان تروح قابل المطش في خمس دقايق وتخلي اللعابة غيره في الباص ازاي ده نادي الزمالك ده نادي الزمالك ايا كان ايا كان ايه الصح وايه الغلط لازم تحافظ على شكلنا قدام الناس برا وعلى اسم نادي الزمالك نادي الزمالك ده نادي كبير جدا الموضوع لا غلط طبعا ما ينفعش اللي هو بيعمله ده انا اسف يعني بس ما ينفعش طب قلب بتعتقد يا كابتن احمد من قنار مقتضى منصور باعتزاله المحاماة وانسحابه من مجلس النواب اذا تم احتساب السلاسين القاتل للنادي الاهلي ده قرار جريء بعد الشيء؟ هو جريء بس احنا متعودين على المساشر كده على طول 24 ساعة قرارات و24 ساعة يرجع فيها هنشوف طب ما احنا يا كابتن المفروض ان خلاص التلاتة نقاط راحوا لنادي الاهلي طب هو ما عمدش حاجة ليه؟ ما عمدش حاجة ليه؟ بالضبط انا بقولك 24 ساعة قرار جريء اه طبعا هو طول عمره كده اصلا هو طول عمره كده ما عمدد قرارات عمر الجنيني بخصوص فرض إيقافات لبعض اللعيبة بعد المباراة نهاء السوبر المصري يا كابتن بص انا مش شايف ان اللجنة الخماسية هي السبب في المضالم انا شايف ان لجلة الانضباط والحكم هما اللي شافوا العقوبات ديت وهم اللي عملوا العقوبات ديت انما مش كل حاجة هنحطها على الجنة الخماسية مش كل حاجة لان هي مش شغلته من هما يقوف العيبة على فكرة هي لجلة الانضباط وتأرير حكم بص ده البناء علي توقفت الناس دي كلها بص الحكم يا كابتن كان قال انه يعني محمود كهربا هو الشرارة اللي اشعلت كل ده وانا شايفي ان محمود كهربا يعني يعني هو عطدي عليه مش هو اللي كان موتدي عليه بس هو بلغة الكرة هو كهربا ريخي مش راية يعني كهربا ممكن ينرفزك يعني ممكن ينرفزك ولعبة الزمالك خده الطعم ده يعني 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 عايز اقولك مدير الفاني بتاع الاهلي هو نازل كهربا ممكن ما يكونش كهربا اصلا فاي وداخل جو المطشاط بس عشان يطلع الزمالك من تركيزه ان هم يركزوا مع مين مع كهربا وده اللي حصل فعلا كان طريق حمد هيتطرت في كرة حازي ان امين كان هيتطرت في كرة لكن لا يعني مش شايف ان كهربا بصراحة يتوقف كل الوقف ده كله ان هو الاخر لاخر الموسم لا طبعا ومش شايف ان الكاف كهربا لاخر الموسم قرار لا لا حرام لاخر الموسم ليه يعني انا عايز السبب اه طبعا حرام مفروض كان يتوقف على اقل من اربع من ثلاث لاربع مطشاط ده على اقل كمان وهتوقق برضه كده مين من اللعبة كابتن اللي تطبع عليها كهربا لكاف كتستاهل انها توقف لمدة موسم شكبالة شكبالة كابتن تيم نابل زمالك انت كابتن تيم نابل زمالك شكبالة ده معبود الجمهور الزمالكوية ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش لبير ان يحتفل بطريقة زي كده بص هم بيقولوا ان هم بيشتموه ونسب وكلام كبير كده بس انت لابس شارط نابل زمالك تضغاض عن اي حاجة الجمهور يعملوا عايزوا ده احنا متعودين كده من زمان كله بتشتم كله بتشتم بس انت ممكن ترد بالحسنة يعني انت ممكن ترد بالحسنة تعمل لهم كده تعملوا اي حاجة هيثبتوا مترح لهمش مترح لهمش انت راجل كسبان انت راجل كسبانة ديك قلت بس المنظر ده صعب قوي يعني المنظر ده صعب قوي ان انا روح للنادي الاهلي واعمل كده طيب اخواتي واهلي واهلك بيتفرجوا ايه المنظر ده يقولوا ايه وهو كابتن تيم نابل زمالك الناس اللي طلع هو بيشاور لحاجة تاني مش قادر اتكلم انا مش قادر اتكلم بس بصعب يعني طب يا كابتن احمد شايف ان مفهوم الرياضة في مصر اتلغى وتحول الى صراع الى صراع بين اللعيبة والجمهور والوسائل للتواصل اصبحت سبب من اسباب الموادية لهذه الصراعات بس والله اقول لك الحاجة ممكن انا ممكن عارف اللعيبة دي شوية اللعيبة دي بيخلصوا مطش يروح يخرجوا مع بعض يعني بيخلصوا مطش اه ازا كان حازم احمد فالناس دي لما بيخلصوا مطشاتهم بيخرجوا مين بقى مين الضحية زي ما قلتلك في الاول احنا احنا الضحية هم صحاب على فكرة بيخلقوا فيهم عسكرات 24 ساعة في المنتخب ما بيحصلش مشاكل ليه لكن وسائل الاجتماع طبعا طبعا بيمضيع الدنيا طب في نهاية حلقاتنا كابتن احمد حابين نعرف من وجهة نظرك شايف ان الجمهور ممكن يرجع مدرجات تاني بعد هذه الاحداث استحالة استحالة واحنا السبب اللعيبة السبب اللي هم اصلا اول ناس بيطلبوا ان الجمهور ترجع هم اول ناس الحاجات اللي هم بيعملوها في الملعب تباين اول ان ما ينفعش الجمهور يرجع لا طبعا للاسف يا كابتن احمد وقت حلقتنا عدة بسرعة وخلص حبيبي انوك سعيد الله في نهاية حلقتنا استنونا الاربع القادم بإذن الله في برنامجكو الكلام في ملعبنا الى اللقاء